صار يا جماعة الخير الشي اللي ما كان أحد متوقع بليستيشن اعتدرت رسمياً على فكرة إلغاء البليستيشن 3 أنا عارف تبون تفاصيل بس في نفس الوقت فيه تفاصيل جديدة وكثير اللعبة دايس جون ومخرجة اللي مسوي لخبطة في اليومين هذي ويا جماعة الخير فيه حدث قاعد يصير ترى حرفياً في دي اليومين ممكن يسبب انه لعبة فيفا تلغي أو تتغير بشكل جذري خليكم مع المكتب السلام عليكم كيف حالكم يا جماعة الخير إن شاء لكم طيبين ومبسوطين قبل أن نبدأ ونخش في تفاصيل فيديو اليوم حاب أذكركم بالسيرفر الخاص فينا في الدسكورد هتحص الروابط عندكم في الدسكريبشن لأنه راح نعتمد عليه كثير في الفترة الجاية إحنا مهدين ريتم شوية بس عشان تغلقوا الاختبارات بس بعدها حيكون الوضع جداً حماسي حالياً بس قبل أن نبدأ يا جماعة الخير لا تنسون الاشتراك النشر اللايك والدسلاك يعبر عنكم خلونا نبدأ أول شي جماعة الخير حاب أوضح نقطة جداً بسيطة ومهمة في نفس الوقت المراجعة اللي سوناها قبل سبوعين تقريباً ترى مجرد مراجعة ما هي مدفوعة لا أقل ولا أكثر اليوم في عندنا مراجعة بسيطة على الكرسي اللي انتوا شايفينه معايا الكرسي الأحمر هذا بس في البداية خلونا نشكر متجر بلينك يعطيهم ألف عافية الفرع السعودي بالتحديد على الكرسي هذا اللي هو من ماركة أو من شركة دي اكس ريسر طبعاً أول شي جذبني فيه اللون الأحمر اللي انتوا شايفينه بالإضافة أنه صراحة المخدة حقته أسطورية لأنه غير المخدات اللي تعودنا عليها العادية هذه تحسها تضايق وتقدر تتحكم فيها من ناحية أنه تطلعها فوق شوية أو تنزلها على حسب طبعاً رقبتك كيف تريحك بشكل أكثر أهم نقطة وهي اللي عجبتني للأمانة أنه الكرسي برضو في نفس فكرة الكرسي اللي احنا قبل سبوعين تكلمنا عنه اللي هي نفس الظهر تقدر تخليه يقدم على قدام فبرضو مريح لك خاصة لما تكون مشدود بقوة مع القيم فحيفرق معاك جداً كثيراً برضو من الأشياء كمال الجميلة وتتميز فيها دي اكس ريسر أنه الكرسي بتقدر ترخيه على آخر شيء فبالتالي تقدر تنسى دي احتنام عليه خضراح تكو فعلياً قاعد نام كثير لأنه في واحد هناك زعلان من النقطة هذه الشي الثاني أكيد أنه فيس البيعات من الأشياء صراحة اللي ما عجبتني نوعاً ما نفس المسند حق الظهر ما هو محشو بشكل كويس فنوع ما تحسوا حين بيضايق بس تعرف تتعود عليه بمع الوقت فهذه النقطة صراحة هي الوحيدة تقريباً اللي ما عجبتني بشكل عام كل شي تمام يعطيهم العافية وما هي التجربة الأولى ليا مع الدي اكس ريسر والكورسي الأخضر اللي تفاكرينه برضو كمان كان دي اكس ريسر والآن معايا الأحمر اللي أنا صراحة أن أحب اللون ذا بالتحديد اعتذار بليستيشن يا جماعة الخير صراحة ما كان متوقع بس ما يعتبر صراحة شي غريب لأنه منطقياً هذا هو القرار الصح لعدة أسباب طبعاً حتشوفون قدامكم التصريح اللي هما نزلوه سوني فاعتذارهم أنه على البليستيشن 3 والمتجر وليش لغوه وبرضو كمان توضيح لنقطة متجر البي اس بي فيتا طبعاً المتجر حق البي اس بي فيتا خلاص أكيد أنهم هيغلقوه زي ما هم موضحين في يوم إن شاء الله 2 يوليو زي ما تكلموا قبل كذا فما في شي جديد في ذا الموضوع الجديد بيكون مع البليستيشن 3 بكل بساطة هما نزلوا التصريح هذا وبيّنوا فيه كثير من الأمور اللي فيه اعتراف واضح وصريح أنه احنا غلطنا جماعة الخير وحماسكم هو اللي خلانا نرجع المتجر ذا وأنه خلاص بنحتفظ فيه أحد الأسباب اللي تكلموا عنها واللي يعتقدوا هما كان في بالهم أنه من مصلحتهم أنه حيركزوا على أجهزة الجيلة الجديد يعني حيحطوا كل تركيزهم على الجهاز البليستيشن 4 وال5 وخلاص فالفرق والستوديوهات اللي موجودة عندهم حيخلوها بس لهذه الأجهزة لكن تفاجأوا بحماس الناس بالمبيعات الخرافية ولو أنه المفروض ما يستغربوا من دين نقطة لأنه تحليل الموضوع أنهم هم غفلوا نوعا ما خلينا نقول أنه حرفيا ما هيبيعوا كثير من أجهزة البليستيشن 5 لا ننسي جماعة الخير أنه جهاز البليستيشن 4 في فترة قريبة تقريبا تكلمنا عن هذا الموضوع عندهم حيوقفوا أو وقفوا حرفيا خط التصنيع لجهاز البليستيشن 4 ففعليا أنت عندك عدد لا يستهام فيه خلينا نقول ما بين جمهور في البليستيشن 4 وما بين جمهور في البليستيشن 3 فمرة حتكون غلطة كبيرة أنك أنت تتخلص من الجمهورين ذي بالذات أنه الآن جدا صعب أنك أصلا تأخذ جهاز بليستيشن 5 ولا أعتقد السنة كاملة أصلا حيوصل للمبيعات اللي هم متخيلينها فأنت مضطر تتعاون مع هذول الناس مضطر أنك أنت تلبي كل الرغبات اللي عندهم إلا أنت ما توفي إن شاء الله في السوق الأجهزة بشكل كامل الأوضاع تتحسن ذيك الساعة ممكن تتخذ قرار جريء زي كده بس في لوقت الحالي حيكون غلط ويطيهم العافي أنهم تراجعوا في اللحظات الأخيرة تعرفين جماعة الخير من قوة أنه الموضوع يعني سوى لخبطة أي واحد عنده ترى ألعاب بليستيشن 3 سي دي وجديدة بقراطيصة على قوتهم أحتفظ فيها ترى احتمال ترتفع الأسعار أرقودت زكريا أعطي العافية في الموقع لأنه فعليا الجمهور فجأة أطلع حق بليستيشن 3 ولو أنه أنا متأكد موجود من أول فما تقدر أرجع كري تستهين فيه حتى لو عندك ألعاب أحتفظ فيها لأنه ممكن تطلع بليستيشن 5 على حس الألعاب دي نجد حين يا جماعة الخير في النقطة اللي شوية حساسة وأتمنى تركز معايا كويس وتفى مانش قاعد أقول مخرج لعبة ديز جون جون جارفين أتكلم في بودكاس لديفيد جيف عن موضوع لعبة ديز جون وكيف أنه اللعبين ساهموا في أنها تلغي اللعبة ذي بحيث أنه أنصدم أو تفاجأ خلينا نقول على حتى تعبيره طبعا نخطبس كلامه أنه استغربنا اللعبين يقولوا آه كويس والله شريت اللعبة عشان صار عليها تخفيض أو والله كويس اللعبة نزلت في البلس بشكل مجاني فبيقول أنه طول ما أنكم أنتم ما تشارو الألعاب لا تجي بعدا تعاتب وتقول ليش اللعبة ما تنزل بجزءها الثاني وهنا الأمانة عندي رد لازم يكون واضح وصريح بالذات للناس اللي لبعض المواضيع ما نعرف ليش يكون فيها لبس مع أنه مرة واضحة لعبة ديز جون مشكلتها أنه وصلت كنسخة مراجعة عند أغلب المواقع تقريبا وهي أصلا فيها مشاكل وقلتشات من الشي الطبيعي أنه المواقع ما بتجامل في ذا الموضوع وبتعطيك الصراحة وبتعطيك التقييم بناء على الشي اللي هم ما شافوا إذا فيه تحديث أو إذا فيه شي فعليا أنت بتشوف أنه ممكن يخلي اللعبة يطلع شكلها السيء في التقاييم فبالتالي من الأفضل أن كنت ترسل مثلا أنه يا جماعة أخيها ترى الأخطاء دي ممكن تقابلوها فمشوها لأنه هذه كلها حتتتعدل مثلا في الباتش الأول أو أنه تعطيهم اللعبة من الأساس وهي متعدلة جاهزة زي ما بنشوف فيه أغلب تقريبا إلى لعاب بعضكم حاجة حيقول ما عليك بس صارت مع سايبر بنك وجملتها لا سايبر بنك وضعها كم مرة مختلف كانت نسخة البي سي ممتازة مقارنة بنسخ الأجهزة الثانية فالأغلب وراجعها لأجهزة البي سي فبالتالي صار فيه لبس وهذا برضو تتحمله الشركة نفسها أنه تنزل على أجهزة الكونسول فيها مشاكل بعكس أجهزة البي سي فبالتالي صار فيه تضارب خلينا نقول ما بين الجمهور وما بين الشركة وما بين المراجعين وما بين حتى ملاك أجهزة مثلا البي سي فأتمنى تكون كده بس الصورة واضحة واضحة في نفس الوقت لمخرج لعبة ديزقون طبعا عند الحين هو فرحان أنه اللعبين قاعدين يطالبوا بجزء ثاني للعبة خصوصا أنها هتنزل على أجهزة البي سي في الفترة الجاية تقريبا في يوم 18 ميل القادم إن شاء الله وما ندري هل هترجع أو لا أنا عن نفسي شخصيا أضم صوتي مع أي شخص بيقول أنا أتمنى الستوديو اللي ماسك لعبة ديزقون خصوصا في أنباء أنهم قاعدين يشتغلون لعبة عالم مفتوح يشتغلون على لعبة سيفون فلتر أنا أشوف أفضل أنه وحشني صراحة غابريال لوغن والغروب هذك الطيب هذيك اللعبة صراحة مصطورية فمدري أعطوني رأيكم بكل شيء قاعد يسرب عليه في الديزقون والتريند اللي في الفترة الأخيرة والآن يا جماعة الخير مع أخبار سريعة شون سكايق مخرج لعبة إنشارتت The Lost Legacy أعلن اليوم وخلال حسابه الخاص على منصة تويتر بأنه حيعود إلى استوديوهات نوتي دوك حيتولى منصب مخرج إبداعي وكاتب الأستوديو طبعا أعلن على أنه مستحمسي اللي رجعت شون ويتطلعون إلى الأشياء اللي حيشتغلوا فيها في الفترة القادمة هل هذا معناته أنه بنشوف إنشارتت في الفترة القادمة ما أدري تريلر جديد للعبة Retainer بيستعرضون فيها أنواع الأعداء اللي موجودين في اللعبة للتذكير يا جماعة اللعبة إن شاء الله حيتم إصدارها في يوم ثلاثين من الشهر الحالي وحيكون طبعا فيه مفاجآت داخل اللعبة ما كشفت عنها سوني لسه إلى الآن في شهر مارس تقريبا الماضي كشفت سوني إنها حتقدم عشرة ألعاب مجانية عشان تشجع اللعبين إنهم يبقوا في منازلهم في حملة بلاي آت هون وبالفعل أعلنوا على الألعاب هذي ولكن الأهم إنه اللعبة العاشر والأخيرة حتكون لعبة Horizon Zero Down واللي حيتم إن شاء الله اختيار موعد منفصل لتوفيرها بشكل مجاني لأجهزة البلايستيشن 4 والبلايستيشن 5 من خلال التوافق المسبق إن شاء الله حتنزل اللعبة اليوم وانتوا قاعدت تفرجونا المقطع بالتحديد على الساعة 6 الصباح بتوقيتنا في المملكة العربية السعودية وساعة 5 الصباح بتوقيت جمهورية مصر العربية وحتظل إن شاء الله مجانية حتى الخامس عشر من مايو في ذات التوقيت يعني وانت تتفرج في الغالب حتكون اللعبة موجودة ففرصتك تجربها وتلعبها في الفترة الأخيرة انتشار شائعات كثيرة عن كنام يبينهم شغالين على حزمة خاصة للعبة Metal Gear Solid Collection واللي حيكون فيها الأجزاء الأربعة الأساسية للسلسلة بنسخة محسنة على الساعة أنها تنزل على أجهزة البلاي سيشن 5 وبرضو كمان سبقتها إشاعات على أنه في ريميك الجزء الأول من تطوير ستيديو بلو بوينت الشهير وحيتم إطلاقه حصريا على جهاز البلاي سيشن 5 لكن تخيروا مع كل الأخبطة هذه طلعونا بالتغريدة وحق طبس طبع الكلام المكتوب بالصورة اللي انتوا شايفينها توم تحدثنا عن هذا يرجى التحقق من برنامج الترميز الخاص بك كل صباح للحصول على تحديثات الاجتماعات وعمليات الإخلاء في حالة غارات الشركات العسكرية والأمنية ولدينا زوار قادمون لأسبوع المقبل لذا انتهي من تنظيف الفتحات وتأكد من تعليق جميع الأعلام بشكل صحيح لكن لا تلمس سي فور هذه المرة حسب تحليل الشباب في الموقع شكلا بيقبسوا سلوب حيديو كوجيما في تشويقه لألعاب بشكل عام اللي كان يشتغل عليها مع كونامي بنفس الأسلوب هذا فننتظر ونشوف إيش اللي قاعدين يشوق له في الفترة القادمة عرض جديد للعبة السلاحف النينجا في حدث نيتندو الخاص بالألعاب المستقلة طبعا مدة العرض تقريبا زي ما تملاحظين أقل من دقيقة بيستعرضون في الشخصيات المحبوبة لنا سلاحف النينجا اللي هما مايكلانجلو ديناتيلو ليناردو ورافاييل صراحة جدا أسطوري بشكل اللعبة لكن للأسف إلى الآن ما تحدد متى حتنزل صراحة من أكثر ألعاب المتحمس لها خلال الفترة دي لأنه فعلا بتذكرني بالزمن الجميل وشكلها جدا صراحة أسطوري من خلال عرض تشويقي وجديد وبيان صحة في أعلم فريك كوفيننت عن لعبة غورد هي لعبة مغامرات استراتيجية مظلمة تدور أحداثها في عالم قاتم ومستوحى من الأساطير السلافية اللعبة إن شاء الله حتتوفر على جهة الحاسب الشخصي في وقت ما خلال السنة القادمة إن شاء الله حتركز على بناء المجتمع والبقاء على قيد الحياة ودقات المخلوقات صراحة جدا غريبة ومرعبة وتحاول تستكشف الأراضي اللي صراحة ما أعرف تحس الجو اللعبة ممرة دارك وغريب في نفس الوقت على حسب كلام المطورين اللعبة إن شاء الله حتدمج عناصر بناء المدن مع عناصر السورفايور أو البقاء بطريقة مميزة بالإضافة حيكون فيه مهام جانبية ومراحل عشوائية مع إمكانية أنك أنت تختار السيناريوهات بالطريقة اللي تناسبك يرجع لنا جوزيف فارس بتصريح صراحة مثير نوعا ما للجدل لكن في نفس الوقت صراحة بيدل على ثقة جدا عالية في نفسه بعدما قدمنا لعبة إتستيك تو وقبلها عندنا لعبة أوي آوت وقبلها بروذر والآن رجع بالتصريح جديد بيقول إنه ما كان متفاجئ صراحة إنه اللعبة هتنجح يعني شي طبيعي إنه النجاح هيكون من حليفة والآن متحمس على إنه بيشاركنا لعبة اللي شغال عليه ولي متأكد 200% لو تشوفون بس المراحل الأولى على كلامه هتعرفون قد إيش إن اللعبة هذي هتكون حماسية فصراحة أنا جدا معجب بالثقة العالية في نفسه ومتحمس برضو نشوف لعبته القادمة عودة لعبة بايو شوك بالجزء الرابع لكن هذه المرة مع استيديو جديد تم افتتاحه في سنة 2019 من شركة طبعا 2K طبعا الاستيديو الجديد حيكون اسمه كلاود شامبر وما عندنا أي تفاصيل عن اللعبة غير إنه حسب الوظائف اللي هم معلنين عنها ومحتاجينها إنه شكله اللعبة هتكون عالم مفتوح ما هتكون لعبة خطية زي ما تعودنا في سلسلة بايو شوك طبعا حتكون في مهم أساسية وقصص ثانوية والتفاعل حيكون بشكل مباشر مع الأحداث من خلال منشور على مدونة لعبة ايبكس الليجند أعلن شاد جرينور مخرج اللعبة علينوا اللعبة إن شاء الله حتنزل على أجهزة الهواتف المتنقلة وخلينا نقول ايبكس ليجند موبايل واللي حتكون طبعا نسخة مصممة خاصة لأجهزة الجوال بحيث إنها تناسب طبيعة الهواتف المتنقلة طبعا حيكون في بيتا مغلقة وحتبدأ إن شاء الله في الهنج والفلبين أول شي في خريف هذه السنة على أجهزة الأندرويد فقط بعد كده حتتوفر في باقي المناطق وعلى أجهزة الأيو اس طبعا اللعبة برضو حيكون فيها كروس يعني أصحاب لعبة الجوال حيقدر يلعبوا مع المنصات الثانية فبرضو صراحة خطوة جميلة لكن في نفسكم ما توقح يا كلهم نعيش اللي على الجوال النسخة إن شاء الله حتكون مجانية وحتحتوي على بطاقة المعركة أو البات الباس بالإضافة إلى الأزياء والعناصر التجميلية هذه اللعبة صراحة من فكرتها جدا جميلة لعبة The Forgetting City بدأت في البداية كتعديل على لعبة سكايرم بعد كده استحسنت على أعجاب اللاعبين وحصلت كمان على جائزة نقابة الكتاب أو خلنا نقول إنه كتابتها فعليا كانت جدا جميلة بحيث إذا أنت من الناس اللي ما قلت سمعت عن اللعبة هذه بكل بساطة فكرتها أنه في مدينة رومانية قديمة تحت الأرض فيها 26 مستكشف محاصرين داخلها واحد منهم كسر قانون غامض وبسبب هذا الشي ماتوا فأنت طبعا حتحاول إنك تكتشف إيش سبب الموت وتحاول تفهم إيش اللي سار بالضبط وتشوف مصيرهم قدامك وتقدر تعدل وتغير حتى في مصيرهم طبعا سواءنا مقابلة مع السوديو المطور هتحصل روابط عندكم في الـ description للموقع للي حاب يأخذ تفاصيل كمان أكثر اللعبة إن شاء الله هتتوفر على أجهزة البريستيشن 5 والإكس بوكس سيريس والبريستيشن 4 والإكس بوكس 1 والحاسب الشخص والنتيندو سويتش لكن إلا الآن ما تحدد لها موعد محدد وترى كل اللي شغالين عليها ثلاثة أشخاص أمس تقريبا فجأة ما أنا يعرف أنا ما أنا متابع صراحة الكورة زي زمان بس بشكل عام أمس اتفجرت كذا أزمة أو مشكلة كبيرة ما بين أندية أوروبا والاتحاد الأوروبي أو بطولة أوروبا اللي أغلبكم بيتابعها وشايف الحماس اللي سير في اليومين هذي اللي راح توقع برسلونة منهزم آخر شي ما أنا متأكد ما أنا منحقين الكورة زي أول بس ما علينا من ذلك كله الآن الفكرة أنه الاتحاد الأوروبي أو خلنا نقول أندية أوروبا بالتحديد ما يبوي لعب البطولة دي لأنه فيها ظلم لهم بشكل عام ففي أندية معروفة بقيادة ريال مديني دخلينا نقول أنه بيسوهم بطولة كذا مستحدثة باسم سوبر أوروبا هذا اللي أنا فهمته وما يبوي شاركون أبطال أوروبا طبعا هذه تعتبر مشكلة كبيرة لأنه هذا لكم وقعين إعلانات ووراهم الفيفا وطبعا معاهم أندية كمان ومعاهم طبعا دواري كثير برضو داخلين معاهم في الموضوع بحيث أنهم ضد الفكرة دي بشكل عام يعني صارت حرفيا كأنه الاتحادات ضد الأندية طيب إيش دخلت هذا كله في لعبة فيفا لأنه فيفا محتكرة خلنقول أبطال أوروبا فهذا الموضوع حيضرهم بشكل كبير جدا بالذات على الجزء الجاي لأنه كله داخل في بعض الموضوع إي إي وعقدها مع فيفا بشكل عام فما حد عارف إيش هيكون مصير اللعبة لو ما انتهت الأزمة هذه في الوقت الحالي طب نفرض أنه ما انتهت فعلينا وصار فيه شي مستحدث جديد إيش اللي حيصير في لعبة فيفا إيش اللي حيصير في أبطال أوروبا هل حيكملوا اللعبة بدون شي يعني هل حيصير وضعهم زي طريقة لعبة بيس ما أدري هل هذه حتكون أصلا فرصة للعبة بيس إنه ترجع تسيطر على السوق زي ما سيطرت في أول ستة وسبعة جزات تقريبا ما ندري فصراحة شي مجهول بيبين لك قد إيش أنه الموضوع متشعب وقد إيش أنه فيه أطراف كثير قاعدة تستفيد من موضوع كرة القدم والعقود والإعلانات وحقوق النقل والأشياء هذه كلها فأتمنى من محبين الكور أنهم شاركونا رأيهم وإيش رأيهم إذنتوا طبعا من الناس اللي تحبوا اللعبة فيفا وبتلعبون فيفا كثير إيش حتتوقعوا حيصير وهل يفريق معاكم الموضوع أصلا كثير أنه ما عاد فيه الأطقم والأشياء هذه أو الموضوع بالنسبة لكم ما يهم أهم شي بس تلعبوا وخلاص فهذا اللي كان عندنا في مقطعنا اليوم أتمنى أني كفيت ووفيت نشوفكم إن شاء الله في مقاطعة قريبة في الفترة القادمة واللي يسألني عن سلطان ترى هو اللي قاعد يصور وراء ومشاء الله سير لك جمهور دي اليومين حركات والله فيعطيكم العافية نشوفكم إن شاء الله مقاطعة قريبة سوى اشتراك اللايك والأهم من هذا كله طبع النشر مع السلامة